طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة السيلو برمز سيلو برمز اللي هو سي اي ال او سعر صفر فاصلة ثماني خمسة ثلاثة سبعة ارتفاع العملة بنسبة ستعشر بالمية ماركت كاب اربعمية وخمسة واربعين مليون رانك العملة امي وستة وعشرين بولم يومي امية واثناشر مليون ارتفاع الفولي بنسبة سبعة عشر بالمية طبعا اللي تابعنا اول مرة يا مرحبابك هذي قناتنا في تل managedرام قناتنا مهتمة بالاخبار وايضا مهتمة بالاخبار وتحليل العملات وعدنا ايضا نحط صفقات وعدنا خدمة دارة الحساب وعدنا نلبس مسابقات ايضا وطبعا اللي نتميز فيه خدمة دارة الحساب هن عندنا واحد من الشباب ماشاء الله ربحان خمسة عشر الف دولار من خلال هذه الصفقة وغير الشباب الثانين اربعة الاف دولار فيوتر وهن ايضا خمسة الاف دولار فيوتر وهن بس هذي وهو خمسة عشر الف. المهم طبعا اللي حاب أن يستفسع خدمة إدارة الحساب يا مرحبا بك وعدنا أيضا المسابقات اللي تكلمنا عنها ونحط تحليل العملات بشكل عام حلوين حلوين طبعا هذي صفقة العملة اللي هي سولر طبعا كنا داخلين فيها نحن دخلنا فيها اللون هني دخلنا صفقة اللي هي عفوا سبوت شترينا سبوت في هذه المناطق عندي عدد الاختبار لكن العملة استمرت في الهبوط هني بعد ما نحن دخلنا لحظة دخلنا أذكر في هذه المستويات اشترينا بس من فترة طويلة صراحة شارين يعني نحن شارين العملة تقيبة من 25 سبتمبر طولت وايد لا الحين ما أعطتنا الون اكس الصراحة أنا أحط تارغت وين اكس وببيع يعني بعد الون اكس ما خلاص يعني ما فيه المهم فننتظر الون اكس وبنبيع إن شاء الله فقرابة الشهرين الحين فأي شهرين بنكمل ثلاثة شهور الحين أربع شهور بعد المهم شهرين تقريبا يعني جيد نوع ما الون اكس حلوين حلوين فمبدئيا نونين نشوف العملة تقريبا ما أعطنا مثل أغرب العملات الكوب حاليا كوب هنا بيكون الهدف على سعر صور فاصلة 9.2 خمسة هذا هدف أول بيكون يعني بالنسبة للعملة حاليا أنا بالنسبة لي العملة رايحة لها السعر بعدين توقع بستة صحيح بتنزل ممكن لي يعني ممكن تنزل من تقريبا ونقول من سعر صور فاصلة ثمانية خمسة لغاية اللي هو صور فاصلة ست 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 يعني بالنسبة لي بيكون في هذا الابريتش هبوط للعملة يعني بيستوي اللي هو العروة بعد ذلك بتخترق وبتغلق أعلى لترند أنا هاي الفرضية اللي أشوفها تقريبا وتعطينا ارتفاع حلوين حلوين تقريبا إذا قلنا العملة كم بترتفع من سعر تقريبا الكوب خلنا نحطي فرضية نشوف تقريبا العملة تقريبا يا طويلين العمر والسلامة يحفظكم ويعافيكم دولار ونص دولار فاصلة خمسة أنا بالنسبة لي بيكون الهدف اللي هو ما بعد رح بيكون الهدف دولار تقريبا بعد اللي هو هذا في حال أنه غلقت أعلى حلوين حلوين أنا بالنسبة لي هاي نظرتي للعملة على شمعة الأسبوع أنا نروح نشوف شمعة على شمعة نشوف العملة على شمعة الأسبوع وكيف العملة نتحرك خلنا نحذف بس لبعض الأشياء هذي عشان نتخربط شمعة الأربع ساعات شمعة الأربع ساعات شمعة الأربع ساعات أشوف حاليا العملة بترند صاعد تقريبا لكن حلوين أنا كنت بقول العملة اللي تحتاج أنا تعطيني عدد اختبار ثماني بس خلنرفع اللي ترند لحظة لا رفعنا لهذا أبا أمسك اللي ترند مش راضي يعلم عليه أيوة نرفع السنة لنعشان يكن دقيق أيوة شدي صح تقريبا يعني فيه عدد اختبار للعملة لو ننشوف هنحول عشان معت الساعة ممكن نكون فيه عدد اختبار أيوة شوفوني عشان معت الساعة اخترق اللي ترند بعدين عطاني عدد اختبار ننجح في عدد اختبار وبدأت العملة تصعد حلوين حلوين هل العملة مناصبة للدخول أنا بنسبة لي تعتبر نوعا ما رسك أنا حاليا شو أفضل أفضل واحد من اثنين يعني سيناريو أننا ندخل الحين لا ما فضله أنا بالنسبة لي ندخل متى أنا بنحذف الترند الدخول بالنسبة لي بيكون على واحد من الاثنين لأن العملة الحين فيه دعم ممكن العملة ما توصل حتى اللي هو تقريبا ممكن العملة ما توصل اللي هو القمة هذي أو المقاومة هذي ممكن تنزل على طول فبالنسبة لي بيكون فيه دخول حلو على السعر اللي هو صفر فاصلة سبع ثلاثة خمسة بتوقع العروة بتتشكل هنا يعني ممكن على الأرجح أنه إذا صعد بتنزل شيء وبتكمل بيكون صفر فاصلة ثلاثة خمسة أو شوي فوق يعني الواحد كل ما بياخذ شوي من فوق أضمن أن يدخل الصفقة يعني أنت كل ما نزلت كل ما بيكون فيه شانس أنك ما تدخل نزيل هذا واحد الثنين في مجال إذا شمعت الأسبوع غلقت فوق الترند وعقب بعد اختبار يعني حتى ممكن ما يعطينا عروة أساسا يعطينا هذا الشكل هنا بعد يكون الدخول وين هنا في هذه المنطقة على صفر فاصلة تسعة ثلاثة خمسة أو بيكون على يعني بنسبة لي هالدخولين هم المثاليين يعني على صفر فاصلة تسعة ثلاثة خمسة أو على صفر فاصلة سبع ثلاثة خمسة أنا بنسبة لي هالمنطقتين يعتبرون مثاليات للدخول في الصفقة غير ذلك يعني إن الواحد يدخل الحين أوكي حلو بس طبعا مش نصيحة استثمارية لموضوع كامل بس الفكرة كلها وين إذا بغيت تنزل لتدخل تدخل برقام صغيرة يعني بشي لا يذكر عشان لو جلبت صفقة أو لا قدر الله نزل البيتكوين شو ما صار أنت ما تتأثر لأن أنت داخل في منطقة حلوة طبعا غير ذلك لو نشوف المتوسط الأسي 50 وصل على السعر تقريبا اللي هو 0.719 يعني أيضا بيشكل دعم جدا قوي للعملة بالإضافة إلى الدعم اللي رسمناه في العملة تذينكو خلصنا طبعا اللي تابعنا أول مرة يا مرحبا بك قناتنا مثل ما قلنا مهتمة بالأخبار وتحليل العملات وأيضا عندنا خدمة إدارة الحساب ندير حسابك من خلالك يعطيكم العافية ومفجيخ طبعا قبلنا نختم تذكرت شيء الهدف 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 هذا اللي نسألت فيه في أحد الكومنتات حصلت واحد يسأل هدف العملة هدف العملة يطوي العمر والسلامة تقريبا أنا أشوف دامنا القمة كانت السابقة اللي هي كانت على 7.8 أنا بالنسبة لي القمة الحالية بتكون حوالي 15 دولار أيوه 15 دولار يعني قرابة العشرين إكس حتى ممكن أكثر مشروع العملة طيب عملة جيدة يعني ما شاء الله شغالين صح يعني حتى هنا فيه خبر حتى حطين يعني لوني شوف يقول لك جوجل كلاود واللي هي سيلور يتعاونون لدعم شركات اللي هي الويب 3 الناشئة يعني حتى فيه كونتراكت مع جوجل يعني هذا روح موضوع أنهم سوين كونتراكت مع جوجل كلاود فعشان شيء يعني شيء قوي إذا أنت تشترك مع جوجل جوجل مو شركة صغيرة لكل عارف المهم فبالنسبة لي هالعملة إذا صدق هالشيء وطلع خبر إيجابي من جوجل أنهم بالفعل أن شغالين مع بعض و تم إنجاز الفكرة و أنه دن الموضوع راح نشوف العملة ممكن أن تنفجر تعطينا أقام كبيرة لأنك تشتغل مع جوجل هذا روح موضوع يعني توقع عادي حتى نشوفها في يوم الهيلة 15 دولار ما استبعد إذا مش أكثر فشذينكو خلصنا بعد شذي خلصنا بالفعل يعطيكم العافية ومفجي خير